مبدأنا سننشاء الجزء بس بس مكانيكي بسيط عشان نوضح فكرة الريجينج فهيكون في عندنا ولكن أسطوانة بهذا الشكل Shift-S course selected هنضيف هنا ولكن بليت أقوم بسيط عشان نوضح فكرة الريجين ونضيف هنا سنقوم بسيط عشان أقوم بسيط عشان نوضح فكرة الريجين ونضيف هذه القيمة ونضيف هذه القيمة وفي الريجينج سجل في الريجينج سجل في الريجينج تقوم بسيط عشان نوضح بسيط 9 كم تقوم بسيط عشان نوضح بسيطة ونقول لين في اقوم popular وقوم بقية وقوم بقية وقوم بقية هذا هو الجزء الذي يريد أن نقوم بإمكانه نقوم بإمكانه فكرة أن هذا يمكن أن يتحرك أو يدور في اتجاه Z وهذا يدور في اتجاه Y لماذا نستخدم البونز؟ لأنه أفضل لدينا جزء معقد فأفضل وهذا سيكون أبسط إذا نقوم بإمكانه طبعاً نضيف كالعادة Armature نضيف هنا single bone نوضح الفكرة هذا جزء small head وهذا tail هنا طبعاً 20 layer 20 layer يعني 40 layer طبعاً هذا كله خاص بالرجify addon والرجify addon هي التي يكون فيها تظهر لنا هو المفترض أن يكون في single bone فقط لكنرجify تسهل علينا من الممكن أن نستخدمه أي يوم حسب الجزء نفترض لأنه قادمة ممكن أن نقوم بتجميل المفترض من المفترض هذه المفترض المفترض من المفترض إذا تم تقوم بـ فتو اسمي بطم اسمي بطم اسمي بطم اسمي بطم انفرنت إذا احمد البون مجسم فانفرنت يظهرها وطبعا الاحس تظهرها الاحس لكل جوينت طبعا يقال ان البون اسمي بطم اسمي بطم طبعا البون نفسها كل بون لها خصائص مختلفة يعني الرول نغير الرول لو تسعين الاحسس يتغير ممكن نقسمها اكثر من بندي بون بندي بون متظر مع البي بون يعني هنا لو ضغطنا بندي بون فهيكون بهذا الشكل دي فورم يعني عندي احيانا ما يكون عندنا كنترول بونز فبناغي لها الدي فورم لانا ما بتأسطرش على البوضي نفسه لكن لما موضج مرد هيلبرز طيب دي كده الخصائص الخاصة بالبون ممتاز جدا هنجب هنا كده شفت سي هنضيف بون أرمات شرسنج البون ونحن نريد بون تنطلق حتى يعني شفت اس كورس سوليكتد ونأتي في البون سيليكشن تو كورسر ممتاز جدا ممتاز جدا بعد ذلك اكسترود في الزد كورسر سوليكتد سيليكشن تو كورسر هسمي ديت كده بوتوم وسمي ديت كورسر بمقاند دي كلها كتلة واحدة فلازم نقول ان ديت كتلة واحدة فهنفصل بجزء هذا ما زي حدث هنا طبعا البون ديت متحرق شوية فنزبطها لكن خلان اول نختار دوات كده وهذا كنترول سيكون ومحتاجين ان ده وهذا كنترول ج وهذا أيضا كنترول ج بعد ذلك البونتزي طبعا هنضبطها شوية وهذا يعني نغير active element ويكون scale ويكون ويكون scale ويكون باستخدم ويكون باستخدام 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 بونتزي هنا لو اخترت البونت ديت ويكون باستخدام 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 الاتم باستخدام الاتم باستخدام الاتم وليغروتوشن في الزد هنا ايضا ممكن اتحرك في الزد فقط ممكن اتحرك ادوران يكون حوالي الزد ما نفعش في الـ X و Y اذا R اشتركوا في القناة المفترض ان يكون حول الـ X اشتركوا في القناة الـ Y اشتركوا في القناة الـ X اشتركوا في القناة الـ Z روي هكذا هذه كانت النتيجة النائية لدرس اليوم أتمنى يكون هذا درس مفيد وإلى اللقاء في عدي الدروس القادمة